ده عمرنا واحنا بنرميها حاجة كنت بترميها هتحققلك حلمك ايوه هتحققلك كل اللي انت بتتمنيه بزور الفلفل الاخضر لما بتيجي تستخدمي الفلفل طبعا بيتبقى البزور دي زي ما احنا شايفين مع بعض كده كنت بترميها اوعي ترميها دي كنز اغلى من الدهب بجد النهاردة هقول لكم على سر من اسراري اللي هيحقق احلامك كلها كل اللي عليك يا ست الكل ان انت ما ترميش ابدا البزور دي بتبدأ ان انت تغدي الفلفل بتاعك وتسيب البزور دي على جنب وهقولك دلوقتي هنعمل بها ايه هتبدأ ان انت تفصصي البزور كويس جدا جدا بس في البداية ما تنسوش تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين انا نوسا ودي قناتي على اليوتيوب ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعوا زر الجرس وكمان فضلا منكم لايك وشير للفيديو زي ما انتو شايفين كده انا معايا بزور الفلفل لو عاوزة مثلا تركنيها لغاية ما تخلصي اللي في ايديكي بتركنيها كده في طبق او في علبة او كمان بتركني كمية كبيرة قوي منها في الفريزر عادي جدا ان انت تقعد معاك في الفريزر وتاخدي منها على حسب احتجاجك زي ما هوريك كده ببدأ ان انا افصصها كده بتتفصص بمنتهى سهولة دعم منكم للقناة فضلا لايك وشير للفيديو وكمان اكتبولي رأيكم في الكومنتات ده بيهمني جدا وعايز اعرف رأيكم في الوصفة لما تجربوها واي طلبات من عنايا الاتناني حبيبي خدت كده بزور الفلفل كلها باخد الكمية مثلا كمية على قد معلقة صغيرة مليانة وطبعا الكمية اللي باقية معاكي حطيها في الفريزر للاستخدام اللي بعد كده ما فيش اي مشكلة خالص عشان ما ترميش هجيبي كوباية كوباية شاي متوسط كده وهتنزلي فيها حوالي معلقة صغيرة من بزور الفلفل زي ما انتو شايفين معايا كده بنزلها في كوباية وبعد كده باستخدم مكون تاني هنستخدمه هنستخدم منه كمية بسيطة قوي هو القرونفل او المصمار هنستخدم تلاتة بس على الكوباية دي وكمان هستخدم تالت مكون معايا وهو اللمون هاخد شريحة واحدة بس من اللمون شريحة واحدة بزي ما هي كده بالقشر بتاعها وببدأ بعد كده اكون معايا مية تكون مغلية ده هيحقق حلمك وهيعملك اكتر حاجة انت بتفكري فيها بيخسس من خمسة لسبعة كيلو في الاسبوع يا بنات حلو جدا ممكن تشربي منه كوباية لكوبايتين في اليوم ووزني نفسك قبل ما تبدأ ان انت تشربيه وبعد ما يعدي اسبوع شوفي النتيجة ان شاء الله هتكون هيلة جدا لايك وشير اشوفكم على خير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة